السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم جميعا انتهت بيتة Call of Duty الجديدة أو المفروض أن تنتهي اليوم على جهاز البلاي ستيشن 4 فإليكم بعض الأشياء والملاحظات عنها مع رأية الشخصية فيها أول شيء لازم تعرف يا صاحبة إن من الأشخاص اللي حبوا التطور اللي صار بأجزاء كود الماضي فممكن يكون رأية مختلف عن رأي الناس الفرحانين بعودة السلسلة إلى الوراء أول شيء بالنسبة للعب اللعب مثل الأجزاء الماضي كلها الفرق إنه الحركة صارت أتأب اللاعب بيرقد شوي وبيهدي شوي ما بعرف شو المشكلة مع كود يا بحطولك جندي خارق وسريع وبطير وسبرمان إلا شوي يا بحطولك جندي منتهي ما بيقدر يرقد عشر متار على بعض ما عندهم حل وسط يعني ما عندهم جندي بيقدر يرقد عادي مثل البشر الطبيعيين فأنا بتمنى بالنسخة الكاملة لما تنزل اللعبة كاملة يا يصير اللاعب يرقد على طول وما يوقف بالمرة أو ما يرقد أبدا أما سالفة إنه يرقد شوي ويوقف شوي هاي حركة غبية وبحس ما فيها عدل لازال نظام القتل بكود مثل الأجزاء الماضي وحتى مثل باتلفيلد اللي بيشوف الثاني أول بيقتله وبتكون له أفضلية جدا كبيرة عليه فلو الخصم شافك قبل ما تشوفه فغالبا رح يقتلك بدون ما يكون لك فرصة إنك تصحح غلطك أو ترجع عليه وتقتله مرة تاني لا خلص طالما الخصم شافك أول فرح يقتلك حتى لو كان هو أكبر نوب وأنت أكبر محترف بالتاريخ الخرايط صغيري وهذا أكبر ما يميز Call of Duty على الإطلاق لما بتكون الخريطة صغيرة وعدد اللاعبين أليلين بتحس براحة باللعب بتحس الجيم منظم عكس لما بيكون في 64 ألف لاعب بالماب والخريطة دولة يا رجل بتحس في فوضى بتحس إنه اللاعبين فوق بعضهم عم يتضاربوا بتحس في أي واحد هيك بتشوفه قدامه كله تضربه وقتله هيك أي كلام أما الخريطة الصغيرة واللاعبين الأليلين بتعطيك راحة بتخلي الجيم خفيف بتخلي الجيم بسيط عكس لما بيكون في عدد كبير من اللاعبين بتحس في فوضى كبيري بالجيم بتحس حالك ضايع بين الناس في طور جديد اسمه War هاد الطور كتير حلو وفكرته بتشبه شوي على Overwatch وشوي على Rainbow Six Siege وهو عبارة عن فريقين فريق هجومة وفريق دفاعي الفريق الهجومة بيمر بأكتر من مرحلة حتى يفوز بدك تكبشر منطقة أو تبني جسر أو تحط قنبلة وبالنهاية إذا خلصت كل الثلاثة اللي قلتن هدول بدك توصل الدبابي لقاعدة العدو مثل الـ Payload بOverwatch يعني وطبعا هاد بحالة كنت مهاجم أما لو كنت مدافع فلابد إنك تدافع بدل ما تهاجم هو غضح يعني ما في داعي يحكي الطور بيعتمد على العمل جماعي كتير فلو دخلت أنت وأصدقائك وكان في بيناتكم تفاهم رح يكون الطور جدا جدا ممتع ورائع طبعا الناس كلها تطورت إلا Call of Duty لساتهم عن نظام الـ Host المعفن تبعهم لازال الـ Host إلو أفضلية على غيره من اللاعبين حبيت الأسلحة كتير صراحة والأسلحة عجبوني أكتر من أجزاء التطور كل سلاح إلو خصائص مختلفة عن الثاني وعندك الـ Shotgun يا رجل طرب الـ Shotgun طرب أتمنى يكتر من الخرايط اللي فيه هيك مثل المتاهات هاي مدريش بحبه كتير أنا وبتذكرني بشغلات حلوي ما بعرف شو هي الشغلات هاي بس بحسة شي حلو كتير وبرضو في شي كمان لاحظته إنه هذا الجزء بيعتمد على الزبنات أكتر من الدرعمة هالشي ممكن يكون حلو بس عن نفسي ما حبيته لأنه ميزة كود بالدرعمة وأنا حبيت كود مشان الدرعمة أما تعد تزبين طول وقت وتستنى اللي عدو لحتى يجيك مشان تقتلو بحسة هاي مو Call of Duty بشكل عامل بيتها ما كانت أدت توقعات صراحة تمنيت لو Activision ما سمعت كلام الجمهور ورجعت للوراء لما بقارن الملتي بلاير بهذا الجزء بالملتي بلاير بجزء Advanced Warfare بما أنه من نفس المطور يعني فبحس أنه هذا الجزء فعلا سيء أو إذا ما كان سيء بس على الأقل أقل من الأجزاء الماضي من أكتر مميزات كود كانت خفت الحركة وسرعة اللعب خفت الحركة هلأ راحت وسرعة اللعب صارت أقل فعن نفسي ما بشوف في شيء بيميز كود حاليا عن غيره من الألعاب مثل Battlefield أو Overwatch أو غيره من الألعاب البطيئة الحركة لكن لسه الحكم الكامل على اللعبة رح يكون بنسختها النهائي لما فينا نلعب كل الأطوار أتمنى طور القصة يكون بمستوى أجزاء التطور من كود وما يكون سيء في أشياء حلوة بتمنى يستمروا عليها مثل الهيلث إنه بيرجع لحاله وما في دعي تاخد هيلث كت أو يجي واحد يعطيك هيل في أشياء بتمنى يغيروها مثل الرقل في مثلا على كل حال رح نستنى النسخة النهائية حتى نحكم على اللعبة الحكم الكامل ولو ما لعبت البتا على البلاي ستيشن رح يكون في بيتا تاني أو مثل دور تاني يعني من البتا رح ينزل قريبا إن شاء الله وطبعا البتا رح تتوفر أيضا على الأكس بوكس وون والبي سي بتاريخ من 1 سبتمبر إلى 4 سبتمبر القادم إذا عجبك المقطع لايك واشترك بالقناة شكرا على المتابعة إلى اللقاء